بسم الله يكمل مس vistك الموضوع الي BIG اهم جدًا مسألة حياء اوموت ليصلا تستطيع الحكم الصحيح بقى اعلى vents. هنا اعشان ع موجزات قوية جدا جدا في القرآن وعن نقطة هامة جدا في كتبكم فأرجو أن تسمعوني بأذن وعية وصغية المسلمين أعظم مسيحيين ليس متكبرين ربما صفحة الله قال لنا في سوط المائدة في جزء الثامن لتجدن أشد الناس عدوة الذين أمنوا اليهود ولذين أشقوا ولتجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك يبقى أن منهم قصيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون المتكبر هو اللي يرفض نصيحة بعد ما يعرف أنها صحيحة ربما صفحة الله قال لنا في سورة الزريات في الجزء السبع والعشرين آية رقم 47 والسماء بديناها بأيدن وإنا لا مسعون والسماء بديناها بأيدن يعني بقوة وإنا لا مسعون يعني أنا حوسحها العلم الحديث أثبت أن فعلا السماء بتتوسع بسرعة ثلاثين ألف سنة ضوئية في الثانية لأن في متر خمسة وسبعين مليون نجم بيطلدوا كل يوم فلسة السماء تتوسع طب الرصاص عمالي في الكلام ده منين وهو كان راجل أمي من ألف وممويل سنة هل الرصاصة السلام قال وإننا لما مسعون وجاءت معاب الصدفة هل هذا يعقل ولا ده دليل قاطع على صدق القرآن في الواجه المقابل أن تبطل في كتبكم أن ربما صحيحة تعالى خلق السماوات السبع والأرضين السبع في ستة أيام وبعد كدها تعب وأنهك وشحر وخد راحة يوم السبت عشان كده ربما صحيحة تعالى رد في سورة قاف وقال قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من اللغوب لا ما مسناش تعب حشان الله أنه يتعب لكن هذا كتبكم تتطولوا فيه على رب العالمين وتقولوا عليه صاحب القدرة مطلقة أنه هو تعب موجيساً قوي جداً عندنا عندنا في كتابنا في السنة الرسول صحيحة تعالى في الحديث إذا سقط الزباب فيه إيناق أحدكم فليغمسها ثم الأنزحة فينا فيها أحد أجنيحتها داء وفي الآخر دواء الأمن الحديث أثبت أنه فعلاً أحد أجنيحت الزبابة فيه دواء عشان كده رسول صاحب أمرنا لما زبابة تقع في الإيناق أنه نغمسها لما أعتغمسها وعند تطلعها هتنزل الدواء من الجناح الثاني وهتخذ البكتيري اللي ننزل من الجناح الأولاني وهتطهر الإيناق في أكثر مدرسة عملت في أستراليا وأمريكا أثبت صحة الحديث لردت نوم دوقتي بيصنعه مواد علاجية من جسم الزبابة لعلاج الأمراض ورسول صاحب أمر في كلام ده منين هو كراج الأمي من 1400 سنة موجزة قوية جدا في الواجه المقابل هتبتون في كتبكم أن سيدنا داود عليه السلام النبي العظيم شاف مرات أوريا القائد بتاعه ويها بتستحمى تختسل وكانت عالية طبعاً فخطت نفسها بشعارها حبها عمل معها علاقة غير مشروع عاوزانا بيها من وراء زوجها أوريا وعشان يتخلص من زوجها أوريا حطه في مكان معين في الجيش في مكان معين وعارف أن أي حد بتحط في مكان ده بيموت وفعلاً أوريا مات وبعد كده استاول على زوجته ودى زوجها هل يعقل أن سيدنا داود النبي العظيم يخون لقائد بتاعه ويعمل العلاقة غير مشروعة مع براته وبعد كده حطه في مكان ويمكر بيه عشان يقتله ويتخلص منه هل هذا كلام يعقل لكن ده كتابكم ربنا اختار نبي بالشكل ده إزاي ومشكلة بس تبتقول على ابن سيدنا داود كان أخته جميلة جداً فقال لها طلب منها يمارس معها الفعيشة فقالت له هتدفع لي كام ده فعلها فلوس ولما سيدنا داود عرف غضب لكنه لم يعاقب ابنه لأنه بيحبه جداً وكان عارف أنه حورس منه النبوة نبوة إيه اللي حورسها اللي بيزني بخته هل هذا كلام يعقل يعني ده كتابكم ما لنتمش عارفين اللي كتبه في الواجه المقابل معجزة تانية قوية جداً عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصل على كل مفصل كل يوم صدقة قالوا رسول الله ومن يطيقوا ذلك قال التهليل صدقة والتكبير صدقة إلى آخر الحديث ويجزئوا كل ذلك سلاة رقعتين في أول النهار الشاهد هنا أن الرسول عليه السلام قال أن كل واحد فينا بتولد بـ 360 مفصل والعلم الحديث أثبت أنه فعلاً كل واحد فينا بتولد بـ 360 مفصل زيما الرسول عليه السلام الـ 1400 سن رجالة قوية جداً في الواجه المقابل أنت بتقولوا على سيدنا لوط عليه السلام أنه زنى ببناته بعد ما شرب الخمر وسكر فزنى ببناته وسكر وحبله منه سيدنا داود النبي العظيم سيدنا لوط سيدنا لوط النبي العظيم شرب الخمر وسكر وزنى ببناته وحبله منه هل هذا الكلام يعقل؟ هذا كتابك المجلسة النقوية جداً عندنا في سورة النجم الجزء الثامن في سورة النجم الجزء السبعة وشرين آية رقم 45 و46 ربنا سنة عامة تعالي قالوا أنه خلق الزوجين الذكرة والأنثى من نطفة إذا تمنى إذ أنهم خلق الزوجين الذكرة الأنثى من نطفة إذا تمنى إيه النطفة اللي تمنى؟ يقول من المستطيع الرجل يعني puntos أنا أخلق النوعين الزكرة والأنثى من الحائون إذاえて开ız العلم الحديث أثبت إن الحائون من الحائن بالتحكم في نوع المولود ومزحة أي علاقة من موايدة المرأة ونوع المولود من غاية وقته قريب كان العلم فاكر أن البوايضة التي تتحكم من غاية مجال علم الحديث وأثبت أن الحيوان المنوي هو اللي بتتحكم في نوع المولود مصدق القرآن الذي قال هذا الكلام من 1400 سنة في النوع من الحيوانات المنوية واحد زكري واحد أنسوي لو أنسوي لقح البوايضة تطلع أنسة لو الزكري لقح تطلع ذكر البوايضة نوع واحد بس وقوية جدا في الوقت المقابل تقول على سيدنا يعقوب لقد قلت أن ربه الله صحنو meatsالك نزل من السماء وماشى على الأرض وبعدها قابل سيدنا يعقوب فسيدنا يعقوب قال له تسرعني قال لغاى صارعك فسيدنا يعقوب صارع ربه الله سعى صارعه وปعد ما فزمه أصبح قال له مesque وإيبيبه وقال له له يشتəян尿ك تطلع إلا م Seiten أن تسميني إسرائيل ف ربه الله صحاره وتعالى سماء إسرائيل قال هذا كلام يؤقل سيدنا Зعقوب يهزم ربه الله صحنوrauen ويمسكه من هدومه ولكيله هنسيبك تطلع، ايه كلام الفارغ هذا؟ لا ده كلامكم في كتابكم اللي هتوا شايفين اللي كتابه. وجسة قوية جدا عندنا في سورة الأنعام الجزء الثامن آية رقم 125. فما يرد الله أن يهديه واشرح صدره لإسلام وما يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك عاده على الله الرجسة على الذين لا يؤمنون. يعني ربنا بيقول اللي مش عايز اللي بيخشب ربنا بيشابه اللي مش عايز واحد يطلع في السمه . ونے kuin سhan Prince تنفذ لإخال اللenza إنه ما نتلع في السمه لإذا أولسك أولسك فلذ�えー التقلل فالعامin الحديث أثبstation إنه نسبة أولوشجين زي ما القرآن قال من ألف ر واحد ومعيك ساتي قوية جدًًا جدًا جدًا أصلا ليس ببطأ الكثير معيك ثاني قوي جدًا ربنا صحانه وتعالى في صوت البقرة جذء الثاني والمطلقات ويتربصنا بأنفسهنا ثلاثة قرؤ ولا يحلوا لهن أن يكتبنا ما خلق الله في أرحمهن العام الحديث أثبت أن فعلا كل واحد منه له بصمة أو أثر من السائل منه يبتاعه في الرحمة على زوجته الأثر ده يستنى يسموه يحتاج إلى ثلاث حيضات عشان يروح وعملوا أبحاث على رحم المرأة على المنطلقة فلاقوا أن 33% من البصمة تروح بعد الحيضة الأولى 66% بعد الحيضة الطائدة وبعد الحيضة الثالثة البصمة تنتهي تماما والرحمة بتاع المرأة بيطهر تماما بقاش فيه أي أثر من السائل المنوي أو بتاع الزوج القديم ماليه بتاعه وبالتالي يكون الرحم مستعد لأنه ياخد ماليه جديد ويحصلش تقاطلات بين الأثر أثار الماليه القديم بتاع الزوج والماليه الجديد وده فيه درق كبير على رحم المرأة بيسبب سلطان الرحم وشيئة تنية كثيرة موجزة قوية جدا 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 فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الكلام دمين في الواجه المقابل هتو بتقولوا في كتبكم أن بعد الطفان سيدة نوح ربنا سبحانه وتعالى حزن فبكى فأصيب برمض في عينه وملايكا راحت تزوره هل هذا الكلام يعقل ربنا سبحانه وتعالى أن سواء صاحب القدرة المطلقة يصب بمرض في عينه ويتقولوا في نشيد الأنشاد أن ربنا سبحانه وتعالى إيمان أنه على لسانه على لسان سيدنا سليمان في المرأة ويتغزل في صدر المرأة وفي شفيتان المرأة فكلام رخيص جنسي لا يمكن أن يخرج من عاهر وليس من ربنا سبحانه وتعالى في نشيد الأنشاد في كتبكم وجزة قوية جدا عندنا في سورة القمر جزء 27 كفار أروا صلى الله عليه وسلم لو أنت فعل النبي شقنا الأمر دمون الصين ونحن نصدقك ونتبعك قالوا تدوني لأحد والمساقة دع الله سبحانه وتعالى وتشاق الأمر نصين قالوا أنت سحرتنا ده سحر قالوا أنت لو تلاتهم مني ونفست كلامكم قالوا لا ده سحر قالوا طيب في مسافرين يحيجوا بعد ومين نسألهم لو شافوا اللي انتوا شفتوه مقبع سحر قالوا ماشي لو ما عارفين كويس أن السحر بيقصدش على شخص اللي واقف قدامك مسافرين على بعض مئة كيلو أكتر جم مسافرين بعد ومين وعندما شفنا شيء غريب جدا شفنا الأمر نصين وكنا مزهولين فقالوا له المكاس الكفار قالوا له لا لا محمد أنت سحر قوي قوي بيروح لأماكن بعيدة جدا فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر آية رقم واحد واثنين جزء سبعة وعشرين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضه ويقوله سحر مستمر يعني لما شوفوا معجزة قوية ينكريوها جهودا واستكبارا ويقولوا عليها سحر قوي يروح لأباكن بعيدة وده ده ما تدأب الكفار يطلبوا معجزة هم من النبي هم عارفون من النبي وبعد ما يعملها لهم يكروها جهودا واستكبارا فأرجو أن يكونوا كأولاء الناس لما رواد الفضاء ناصر عصعت الأمر واجدوا شقة طويل جدا في الأمر قاسم الأمر طوله مية خمسة وعشرين كيلو متر وعرضه ألف وخمسمائة متر وعنق خمسمائة متر شقة رهيب فكانوا مزهولين عمروا بشافوا شقة زادة على وجه الأرض عمروا لأبحاثنا وأن الشقة ده مستحيل يجي نتيجة زلزال أو بركان أو أي ظاهرة من ظاهرة طبيعية واحد علماء وكانت ناس الأمريكية أقرروا أن أبحاثنا أثبتت أن الأمر انكسر في الماضي والتحن مرة أخرى لما يزبط صدق القرآن وأن ربرا صلى الله عليه وسلم شائق الأمر من الصين الرسول صلى الله عليه وسلم من ألف رجوان سنة زي بالقرآن قال هو جهزة قوية جدا أصلا بسببها الكثير هو جهزة تانية قوية جدا عالم يا باني غير مسلم اسمه مصارو إيموتو عمل كتاب عظيم اسمه ماسيج فرموتر رسالة من الماء على التأثير الإعجازي لقراءة القرآن على المية وجد أشياء غريبة جدا وجد أن بولورات المية بعد قراءة القرآن عليها تبتدت تتحرك وتعمل أشكال جميلة جدا أشكال هندسية شكل وردة صور الأشكال دي كلها حطها في كتابه وعمل أبحاث على تركيب الكيميائي للمية وجد أن فعالية المرأة مية أصبحت أقوى بكثير في علاج كثير من الأمراض في كثير من الأمراض بعد قراءة القرآن عليها وكتب كل الكلام ده في كتابه المسيج فرموتر المعجزات دي كلها مجيش نقطة في بحر من مئات ومئات المعجزات إلى تدفع مئات المسيحي لدخول في الإسلام كل يوم كل يوم خمسين ألف مسيحي في مصر وبعد مقارنة كتابه بكتابك ألا يسف أن أقول لك أن أنت متكبر لأن أقول لك أنت متكبر على نور الشمس في السماء قطينا بشايف حاجة لما أن أنت متكبر لما أنت كتاب عنا لازم تعرف أن قوة المعجزات دي أقوم نور الشمس في السماء ولازم تعرف أن القرآن الذي فيه كل المعجزات دي بيقول في سورة آل عمران الجزء الثالث آية رقم 85 وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو ناصراني ثم لا يؤمنوا بي ولا من الذي أرسلت به إلا وكان من أصحاب النار إلا وكان من أصحاب النار هتكون من أصحاب النار لو مدخدش في الإسلام لو روحك طعت من جسمك قبل ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مصيرك ما هتكون جهنم وعمرك ما هتخش جنة أبدا أنا عملت فيديو داني خايف عليك وبأحبك إلحق نفسك قبل فوقت الأوان وما تضمرش نفسك وما تضمرش أخريتك هتخسر الجنة هتخلت في نار جهنم هتبكي يوم القيامة هتبكي بالدموع هتبكي دم هتتمنى تجي على الدنيا وللوحظة عشي تخش في الإسلام هتفتكي الكلام بالهولك ده هتلوم نفسك لأنك ما سمعتش كلام لكن هكون فات الأوان وأغلق الباب أنا صحتك وأنت حر وانت حكون الجاني عن نفسك انزل تحت الفيديو ده وقرأ كل الموجزات التي كاتبها دي وطعت على لينكات عشي تأجب من صحتها وبعد كده ملكش حجة وملكش عزر وانت حكون الجاني عن نفسك لو مدخدش إسلام وستذكرون ما أقول لكم ويفوضوا أمري إلى الله إن الله بصيرهم بالعباد